أخي خالد يسأل عن صحة هذا الأجر العظيم أن من صلى في بيت الله الحرام أجروا بمائة ألف صلاة نعم شيخ الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم هذا حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة فيما سوى في البيت الحرام بمائة ألف بمائة ألف صلاة صلاة أن يرزقنا اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين ما حكم صفحة